حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الصحور الذي أقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وأشهد الرئيس السيسي بالجهود التي تبدلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة كما قدم الرئيس سيسي التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطرة المبارك حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الصحور الذي أقامته القوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وهنأت القوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي فترة رئاسية جديدة لاستكمال قيادة أمتنا المصرية وتحقيق ما تصب إليه من الآمال والإنجازات الطموحة لبناء الدولة العصرية القوية على كافة الأصعدة مؤكدة بأنها ماضية بكل قوة في الوفاء بالمهام والواجبات المكلفة بها لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصري العظيم وأشهد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة وما يقدمه رجالها من عطاء وتضحيات للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي وبناء وتطوير القوة والقدرة التي تحفظ لمصر أمنها واستقرارها وتحقيق مصالحها القومية ودعم جهودها نحو التنمية والبناء والتقدم في شتى المجالات مقدما التهنئة لرجال القوات المسلحة وأبناء الشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك